فترة. يا امو خالد. ايه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا. طبعا بس كنت اسأل الدكتور على قولون. اه فضل. اه بس اه عايز اقول له انك بنتي عندها واحد وعشرين سنة. اه. عندها قولون. اه. تعبها جدا. اه. فكانت كشفت وكده في الالك برضه ما جابش معها نتيجة. غير ما كنت مع منها بشروب كل يوم. بده لها تلات مرات اللي هو من شمر وينسون وكراويا ونعناع وبردغوش وزعتر. اه. وبرده بتبقى تعبانة. فانا كنت عايز دارة في ايه الاكل اللي تاخدو ايه الحاجة اللي تاخدها. عصلها الوقت في كلية وكده. اه. اه. انا عارفا. طيب. مش عارفا. طيب. مش عارفة تفزل اصل. طيب. هو تشخيص الدكتور الباطيني عنك قولون عصبي. قالك فيه التافق قولون. ايه. شخص الدكتور الباطيني قالك تشخيص ايه بتاع قولون. قولون انه عندها قولون وكان عطلها دواء كان فيه فحب. قالك قولون مشاكل كالون مشاكل كتير هل في قولون عصبي هل في got a- علو ما بدأياً يعني احنا بنبعد عن مثل بنسبة مشاكل قولون بنبعد عن اكلات ليها الحاجات اللي هي الحمارة حاجات المقلية نسبة الزيوت الدهون عالية جداً كلها لبعدية بقاولون مع ايا حاجات اللي هي ممكن زي البصل زي التوم العيش الفينه والحاجات اللي فيه نسبة خمائر كل ده يتبق قولون فنتجنبها تماما هنا الحاجات المحمرة والمقلية والحاجات اللي هي المسبكة الحاجات اللي فيه نسبة بصل عالية فيه نسبة خمائر كتير زي العيش الفين كل ده ما تاخدوش بالركز على الحاجات اللي فيه نسبة ألياف بسيطة عشان برضو ممكن يكون قثرة الألياف رغم الألياف مهمة جدا عشان تندعي مساك طب يعني واحدة زي عندها قولون تفتر إيه الصبح قبل ما تروحهم دمعها يعني ممكن مثلا لو العيش عيش البلدي ممكن العيش البلدي بس كنسبة الرد تكون فيه قليلة معنا معجبنا يعني أحسن لها البلدي ولا الشامي أنا نسبالي طبيا لو العيش البلدي يعني كمية الرد برضو إحنا محتاجين أحسن خالبك أنا مقداش شعر غير الرد ممكن لأقول مشاكل القولون ابعيدوا عن الألياف تماما طب حاجي لها إمساك عشان أنع إمساك لازم حاجتين الألياف بتبقى مادة مهمة جدا بس إلى حد ما يبقى نسبة معقولة مثلا لو حاناكو الخيار مثلا ممكن نفيد نقاشر الخيار معايا بحيس تقلل نسبة الألياف اللي موجودة فيه طيب هل تفتر فول ولا فول هيتم لا فول ممكن مرضو ممكن نسبة الألياف إلا إسكان بقى تنقعه يعني هو قبل ما يدم ستنقعه فترة طويل عشان نقلل من كمية الألياف اللي ممكن يتأثر على قولون تمام يبقى ممكن أن نستخدم الجبن نبعد عن ممكن البيض يتعبها معايا للبيض على السلسان ممكن يعمل نوع من أنواع الغازات أو الانتفاخ بالنسبة له يتعلم على الجبن ممكن الشوفان مع كمية بسيطة الشوفان مع زبادي مع زبادي مثلا أو شوية لبن تمام ممكن الفاكهة ممكن التراكز برضو الفاكهة اللي ما تتعبش الفاكهة بصي هوا عمتا برضو الفاكهة يعني أول آخر دايما بمسالة قانونة أو جهزة هاضمية العين هو طبيب نفسه يعني ممكن أول طبيب يعني تتعبه وممكن ما تتعبش غيره بالضبط يعني حاسمها تختاف المشخص الثاني ممكن أن أكل التفاح بإشارة تتعبها يبقى بتقشر التفاح تمام يعني بتدي الحياة تحسين أن دايما الإشار الخارجية اللي بيكون فعلي أكبر نسبة إيه ألياف ورغم أنها فيها فيتامينات يعني دايما في أي فكهة طيب المشروب اللي هي بتقولك عليه شمر ينسون بردوش ليس وحش طبعا الزمر حتى فيه كابسولات منه يعني فيه كابسولات بتتباع في الصيدليات طبيا بمكوناتها عبر عن الزعتر واليانسون والشمر وما دا اسمها برومالين بساعة عملية إيه الحضن تمام طيب الغداء الغداء برضو حتى جاء طبق الخضار تبقى عن المسبك ما يكونش حاجة متسبكة أو زيادة كل المسبكات تبقى عنها تبقى عن حيات المقلية الزيادة برضو تبقى قولون تمام حيات المتحمرة الزيادة تبقى عنها يبقى ممكن يبقى إلى حد ما أخذها السوتية مثلا هل بيبقى بديل المقل اللي دايما حيك بتقول أنه مثلا نعمله نقطة زيت بسيطة بسيطة في الفرن بالضبط السوتية وفيه معلقة زيت صغير الزيت بيش حاجة دراسة هل هتقدر تاكل طول عمرو هي لسه بنقطة صغيرة بأكل سوتية لازم يزيز في علاج طبية التغذية النكحة كنمط غسية الإسكسوليكية تحسن القولون منعش أنه فيه علاج اللي ممكن يكون فيه مشكلة عندها فيه قانون عايز علاج فيه قانون عصبية عايز علاج معي وده من خلال الطبيب اللي إيه البطين نحن نتحدث من ناحية التغذية كتخصص تمام